الموضوع طبعاً الأبرز اللي هنبدأ بيه حلقتنا النهاردة هو تحريك سعر المنتجات البترولية في بيان صدر من لجنة التسعير التلقائي دي لجنة بتجتمع كل ثلاث شهور عشان تصدر البيان البيان بيكون يا إما بسبات السعر أو بتحريك السعر زيادة أو نقصان القاعدة اللي بنا بيها كلام مع حضراتكو دايماً هو أن أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية هي مرتبطة بالأسعار العالمية وده في ضوء التكلفة بشكل تلقائي برميل النفط اللي كان زمان بستين وسبعين دولار مش زمان قوي ده كان السنة اللي فاتت يعني الموازنة بتاعتنا السنة اللي فاتت وإحنا بنحطها كان برميل النفط كان بكم كان بستين وبسبعين دولار ووصل كان في الأزمة الحالية الأزمة الرسالة الأوكرانية ووصل تجاوز كمان المئة وعشرين دولار ده معناه أنه هو تجاوز أو وصل للضعف وتجاوز الضعف كمان طيب هل الزيادة اللي حصلت والتحريك الحالي اللي حصل وفق البيان اللي نزلته لجنة التسعير التلقائي يناسب هزي الزيادة العالمية بكل تأكيد لا يعني احنا شايفين زيادة الأسعار هي نص جنيه في كل نوع من أنواع البنزين سواء الثمانين أو البنزين الاثنين وتسعين أو الخمسة وتسعين لكن الجديد المرة دي كان تحريك سعر السولر اللي كان سابت بقاله قد إيه؟ بقاله 30 شهر يعني بقاله سنتين ونص سعر السولر سابت وده ليه؟ عشان نخفف عن الناس سواء في زيادة الأسعار أو في زيادة التعريفة بالنسبة للموصلة لسه في دعم من الدولة للمنتجات البترولية لسه في دعم عشان الناس اللي بتقول إن الدولة بترفع الدعم عن المنتجات البترولية ده كلام عاري تماما عن الصحة لسه موجود الدعم للمنتجات البترولية ما يؤكد كلامي إيه؟ إن الموازنة الدولة الحالية الدعم ووصل فيها الكام تجاوزت 28 مليار ويقترب من 30 مليار جنيه تعالوا نرجع ونبص دي بالأرقام نرجع ونبص عشان نشوف موازنة السنة اللي فاتت كانت عاملة إزاي؟ الزيادة من موازنة السنة اللي فاتت أو من المخصصات لدعم المواد البترولية من السنة اللي فاتت للسنة دي قد إيه؟ 52% دقيمة زيادة تبلغ قد إيه؟ تقريبا حوالي 10 مليار جنيه ليه؟ لأن موازنة السنة اللي فاتت طبعا لما بنقارن بموازنة العام الماضي كان كان بالزبط كان 18 مليار و 410 مليون جنيه ده الدعم